موسيقى مراحل البسكوت امتي اول حاجة بيش نعملوها بيش ناخذو 250 جرام اتمر يكون منظف ومنزوع النواك كما قاعدين تشوفو بالضبط وعنا هوني شوية سمسم يعني شوية جلجلين تحبوه ابيض ولا اسمر كيف كيف عنا ملاقاء كبيرة من الزبدة اخترت هوني بيش نعمل قطارات من الماء الزهر ولا ماء عطرشية المتوفرة عندكم وبالطبيعة ما ننساوش رشة القرفة انا اول حاجة بيش نمشي نعملها بيش نحط مقفول وكس كاس بيش نخلي الماء يغلي حتى الوين يخرج البخار وقتها بيش نمشي ونحطو اتمر امتيعنا يقعد حكيت عشرة اتقايق لين يذبل ونحصو التمر امتيعنا يعني سهل انو نرحيوها انا هوني اخترت بيش نعملوها في الخلات بيش نرحيها اترمون انتوما اي حاجة اخرى ادت عندكم متوفرة ترحيو بيها تمر عادي مش مشكلة دونك انا حتيتها في الخلات اذ ربطهم يدوب شوية اتخلط عندي اتمر وصار كيف العجنة وقتها بيش نمشي نزيد نعجنو بطبيعا نخليه يبرد شوية هذي الطريقة اللي بناتتبعوها بالحق بيش يجيكم اتمر بنين وطريق ما يبسش معاكم مرة اخرى في البيسكويت خطر نعرفو انو اتمر بعد فترة يعني بعد من نحطوها في البيسكويت ولا في الاسمر يبس معنا شوية هذي اسيوس تخلي اتمر متعنا يقعد اتري كما قاعدين تشوفو زيت القرفة زيت السمسم او الجلجلين وباش نعاون بما زهر ونقعد نخلط بيدايا حتى نحاول اني نطريه بشوية بشوية وهكا نحسو بداي يكون سوبل تحت يدي بطبيعة بعد ما خلط المكونات الكل باش نزيد الزبدة الملعقة الكبيرة بطبيعة اتريا تكون بحرارة الغرفة يعني ما هيش زبدة من الفريجيدر ونبدأ نخلط بشوية بشوية كل مرة نزيد ونخلط ونعجن حتى لوين نحس انه اتمر بالحق اتماسكه معايا ولا كالعجينة وما يتلسقش واموره تمام دونك وقتا نخليوه يرتاح على جنب نغطيوه بالبابي فيلم ونمشي ونشوفو المرحلة الثانية بالنسبة للمرحلة الثانية بش ناخذ ميزان الميزان امتاعي بطبيعة غطيت السطح امتاعه بالبابي فيلم بش ما هي تمسح ليش دونك شديد كويرة صغيرة وحبيت نوزنهم كل كورة بين الـ 24 والـ 26 جرام دونك الكورة لو لا 26 بش نكمل نوزنهم الكل اذا كان عندكم ميزان بطبيعة اوزنوا بين الـ 23 والـ 24 حتى الـ 26 جرام واذا ما عندكمش احوكا يعني تكوروا كويرات صغيرة اقل شوية من كعبة الجوز الجوز يعني بقشرتها نحكي دونك اقل شوية على خطرة احنا هوني اتمرن بعض بش نحلوه بالطول وبش نحشيو بيه العجينة نكمل نكوارهم الكل وبطبيعة نعود نغطيهم بالبابي فيلم يرتاحوا شوية لطن اللي حذرت فيه انا العجينة امتعنا بالنسبة لمكونات العجينة امتعنا سهلة برشا دونك انا اخذيت زوز كيسين فارينا بتصبيعة الكيس هوني يرفع 160 مليلاتر دونك لحكار اليوم بالكيس راهو ماهوش بالجرام عندي هوني زوز كيسين فارينا نص كيس انشاي نص كيس سكر بودرة وعندي ثلاثة ارباع الكيس زبدة مذوبة يعني كيس نقص شوية عظيمة وقتيرة فانيليا بالنسبة لقتيرة الفانيليا تنجموا تعاوضوا بالسكر فانيليا العادي دونك انا نستعمل السائلة هذية بالحق ابنينا وحتى الاخرى زادة بيها لكن المتوفر عندكم حطوه دونك اول حاجة باش نشدوا البول باش نحطوا فيها العظيمة اقتيرة الفانيليا شوية الزبدة هذو كم الثلاثة ارباع يعني الكيس مش مليين زبدة تكون مذوبة زبدة عادية يعني مهيش حيوانية دونك ونزيدوا معاها السكر اللي بنات السكر المحورة هو السكر جلاسة هوني كيما لحظتوا ما فماش اخميرة النوع عم تلعجينة هذية راهي ما فيهيش اخميرة دونك نكملوا نخلطوا المكونات الكل وباش نزيدوا انشاي اول حاجة هو الاقبل للفارينا يعني نكملوا نخلطوا المكونات متاعنا وفي الاخر نزيدوا الفارينا ونتبعوا بعيننا دونك انا هوني خضيت زوز كيسين فارينا بطبيعة حاولوا انكم تحكروا بنفس الكيس باش يجيكم لقيس قد قد بها حطرة الكيس هو اسهل حاجة في الميزان دونك باش نزيد الفارينا ونخلط هوني الفارينا من نوع لنوع يفرق فما اللي تشربوا فما اللي ما تشربش انا هوني الفارينا متاعي امريقلا جات قد قد انتوما اذا كان حاسيتوا الزوز كيسين متاعكم ما كفاوش اتنجموا اتزيدوا شوية واتبعوا بعينكم ميزانكم حتى لوين تحسوا العجينة متاعكم اتماسكت ويعني اطرية بين ايديكم على خطر احنا باش نخليوها ساعتين باش ترتاح باش تتشرب في عقلها هيك السوائي للكول وباش تزيد تتمسك معانا اكثر دونك نخليوها ترتاح ونمشي ونشوفو طريقة التشكيل كيما شفتوا البنات العجينة متاعنا خليناها ترتاح ساعتين ضروري هوني اه ترتاح ويلا اذا كانت تحبوا تحضروها قبل لبليلة وتخليوها في الثلاجة تعطي نتيجة اخير دونك انا باش نستكفى بساعتين باش نشد التمر اللي حذرنيها كويرات وباش نمشي نحلهم كل كويرة هكا بالطول وشوية لنتحصلوا على بودة بالطول هذا حكاية عشرة سنتيمترات وفي نفس الخشن نحاول نعملهم دونك نحذر الكويرات متاعنا الكل ننشكلهم بالطريقة هذية باش يجيوني اسهل في التشكيل نخليهم على جنب كيف كيف نغطيهم بالبابي فيلم باش ما يشموش لهوي ويبسو دونك نخليهم على جنب ونمشي ونشدوا العجينة متاعنا بعد مرتاحة ساعتين ونمشي ونحلوها وناخذوا منها كل مرة شوية ونبدأوا نشكلوا وبطبيعة ما ننساوش كل ما ناخذوا شوية نغطيوها باش ما يبسناش دونك لبنات متخافوش العجينة هذية رهي ياسر هشوشة ياسر ابننا وطريقة اتمر اللي عملناها مبعضنا زادة كيف كيف تقعد اترية على طول الوقت وبننا زادة دونك كيما شفتوا انا خذيت شوية وحليتم هكا بالطول بالقلقال هكا عرضت في العرض شوية وشديت البودا متاع اتمر حسيلوا قصد قد قد بطريقة هذية ونبدأوا نلفوا العجينة متاعنا حتى لوين يتغطى اتمر الكل ووقتها نسويوها هكا ونسمحوها باش ما تقعدش فيها اشقوقة لحطر العجينة متاعنا انا كملت خدمتم الكل بالطريقة هذية وتوا باش نمشي ونشكلوها بالنسبة للتشكيل انتو ما هون يا حرار تنجموا تخليهم هكا انا عملتم في طول اصباعة صغير يعني في بادي طول مناسب حتى لوحد كل اصباعة يشبع منه دونك ولا انا بعد ما قصيتهم شديت الملقات امتاعي اللي هو النقاش وبديت ننقش في الوسط بالطريقة هذية هذا هو بسكوت اتمر امتاعنا دونك تنجموا انتو ما اذا كان معتكمش الملقات او النقاش هذيكا تنجموا تعملوا نجموا مثلا تشكلوها بالشوكة او بالفرشيطة كما نقولو احنا دونك زيدا تعطي شكل مزيين تحبوا تقيسوا بالعين وإلا تقيسوهم هكا كما قصيتوا انا توا يعني شديد طرف قصيتوا بطبيعة بعض من قبل من نبدو ننقشو نحاولو نسمحوها هكا الكعيبة شوية ونبدو ننقشو انا كملت العجينة متاعي الكل نقشتهم الكل حتي تم حصلوا الكمية هذية عملتلي 35 كعبة بسكوت دونك الفور متاعي لازم يكون سخون على درجة 170 من قبل عشرة ادقائق اندخلوهم ونقعدو نعصو عليهم على خاطر في ساعة ما يتيبو وحكيت عشرة ادقائق دونك مش نار متوسطى نار الفوق واللوطا درج وسط لين ناروهم اخذوا هيكا التحميرة واللون المزيين هما يخرجوا من هنا وين نرش عليهم السكر البودرة من هنا نحاول اني انغلفهم السكر هوني بش يعطيني زيدا بنا وبش يعطيني زيدا شكل يسر احلو دونك لابنت بالحق جربوها البسكوت هذية رهوا بنين على الخر وتعرفوني منودكم كان بالحاجة اللي بنينا شوفوا هوني تاريلا البسكوت قديشو هشوش قديشو بالحق يعني يتكسر فيدينا هشوش على الاخر وهذية جريشة صغرونة من واسيب وقالكم راهوا ياسر ابنين جربوه واحكموا واحدكم تانكم والا هذا هو البسكوت امتعنا حاضر للتقديم ان شاء الله يارب تكون وصفة اليوم عجبتكم ما تنسيوش اللايك ما تنسيوش الكومنتار المزيين نفرح به برشا وما تنسيوش بيش تشتركوا بالقناة اذا كان اعجبتكم ومني لكم برشا جديد حسنو نخليكم توا على خير وسلمة ونطلقها وان شاء الله في فيديو جديد بسلمة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة